عن أشواقه فبكى فكيف يصبر عن أشواقه البشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بين الحجرات في هذه الحلقة سأكلمكم عمر ربما تستغربونه بعض الشيء لكننا في هذا البرنامج نسافر بين زهرة وزهرة من بيوت النبوة حينما انتقلنا من الحلقة الماضية لهذه الحلقة سألني أحد الفريق الذين يعملون في هذا البرنامج إني أرغب بالزواج من امرأة من غير مجتمع الذي أنتمي إليه من غير وطن الذي أنتمي إليه أيها الطبيب النفسي أيها المحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من شيء من بيت النبوة تقوله لي يقنعني بفكرتي أو يدفع عني هذه الفكرة فأهدي هذه الحلقة لزميلنا الفاضل على سؤاله الكريم النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه المقوقس حاكم مصر جارية إسرها مارية القبطية والاسم الكامل لها مارية بنت شمعون القبطية أهدها إليه وصفتها عائشة رضي الله عنها أنها امرأة جعدة جميلة حتى كانت تغار منها وأم المؤمنين عائشة كانت تغار من الجميلات وتغار من الزوجات حتى الميتات كما كانت تغار من خديجة أم المؤمنين وهذا هو الجمال الجمال الكبير في عائشة أم المؤمنين أنها تعطي مذاقا للحياة الزوجية بعضنا يغضب من الزوجة الغيور نعم هي متعبة لكن حسب تلقيك أيها الزوج ربما تجعل تلك الغيرة جمالا ربما تلك الغيرة تجعلها تحرك الماء الراكدة في الحياة الزوجية إذن طريقة استقبالك للغيرة هي الإشكالية وليست الغيرة عند المرأة الغيرة عند المرأة أمر طبيعي لكن الخطأ في التعامل معها من عند الرجل أو من لدن الرجل هي تكمل المشكلة تزوج مارية من تشمعون القبطية أو جاءته هدية فأصبحت جارية وفي السنة الثامنة من الهجرة إذا بها تحمل وتنجب في ذي الحجة من السنة الثامنة للهجرة نعم أنجبت رضي الله عنها أم المؤمنين مارية القبطية إبراهيم وهو الإبن الوحيد الذي عاش للنبي صلى الله عليه وسلم بعد عبد الله وأبي القاسم عاش سنتين ثم مات رحمه الله مات بعد سنتين لكنها أصبحت بذلك زوجة كاملة للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما يسموها بأم ولد إذا لنعود لسؤال صاحبنا وزميلنا في هذا البرنامج هل الأفضل الزواج من غير المواطنات كما يحلو تسميتهم في بعض الدول العالم العربي أو الزواج من مواطنة إذا تأملنا الموضوع بشكله العام أن عند الاختيار الزواجي هناك عدة عوامل وليس عاملا واحدة أحد هذا العوامل هو البعد الاجتماعي نعم لكنه ليس البعد الوحيد يعني أتزوج غير مواطنة هذا لا ينفع مطلقا أو أتزوج مواطنة هذا هو الميزة الوحيدة لا إنما هناك عدة عوامل البعد العاطفي هل ارتحت لهذه المرأة فأتزوج منها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءته الهدية مبكرة لكنه ما جعلها تحمل وتنجب إلا بعد فترة فقام لتقييم العلاقة أتناسب أن تكون زوجة لي أم لا تناسب لكن في ظل إطار الشرعية البعد الآخر هو البعد العقلي هل تناسب هذه المرأة بعقلها وطريقتها وشخصيتها أن تكون زوجة لي البعد الثالث هو البعد الديني نعم البعد الديني هذه المرأة في بعدها الديني سواء كانت مسلمة في طريقة تديونها أو غير مسلمة في طريقة شخصيتها هل تناسبني أنا لكي أصبح زوجا لها أم أنها لا تناسبني ثم القضية الأخرى بعد ذلك هي في البعد الجسدي هل هذه المرأة تناسبني كجسد أن تكون زوجة لي أم أن غيرها مناسب هذه الزوجة بشكلها هذا هل تناسبني ويسأل البعض كيف أحدد تناسبني أو لا تناسبني قالوا عنها جميلة كيف تحدد إن الإنسان قد يرى امرأة يراها جميلة والناس لا يرونها جميلة معيار الجمال من عدمه هو استدعاء في الصورة اللاشعورية عند ذلك الإنسان لصورة الجمال من أين جاءت صورة الجمال في فترة الطفولة المبكرة عماتك خالاتك أمهات الجيران من حولك من الناس أخواتك الكبار هؤلاء اللطيف من هن من هؤلاء تتشكل صورة الجمال من اللطف في الأخلاق الذي تلقاه من هذه المرأة أو من تلك المرأة ولذلك ربما تجدون بعض الناس ربما يتعلق بامرأة غير جميلة مطلقة ربما تكون سميلة جدا جدا وشكلها قبيح جدا جدا لكنه معجب بهذه المرأة في خلفيته المبكرة في الطفولة يجد عمة أو خالة أو جارة كانت حنونة وهذه بنيتها الشكلية فأصبح عنوان الجمال عنده كذا وليس عندنا الجمال بالسمنة أو بالنحافة ولكني أضرب مثالا يتكرر عند الناس فأنا لست ضد ولا مع هذا حتى لا يغضو مني بعض الأخوات الفاضلات يا سيد الخلق عين الشعر قد عشيت أنوار حبك لا يقوى لها بصر من أين أبدأ أشواقي وأختمها وأنتم البحر والبحار والسفر ألبستموا عظمى الأرض حكمتكم إن النجوم بنور الشمس تستتر فجرتم الحب في الصماء من أحد لله كيف يحب الصفر والحجر لم يصبر الجذع عن أشواقه فبكى فكيف يصبر عن أشواقه البشر فالناظر إذن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه تزوج المسلمة وغير المسلمة الصغيرة والكبيرة العربية وغير العربية الجميلة وغير الجميلة إذن في مسألة الزواج هي مسألة مفتوحة لا عمر للزواج ولا قانون في الزواج ولا جنسية في الزواج ولا مكان ولا زمان للزواج إذن قضية الزواج هي قضية تعددية من الصعب تطيرها بإطار محدد واحد أو بعامل واحد لربما سأل البعض لماذا نحن نحب أن نؤثرها بإطار واحد أو بشرط واحد أو بوصف واحد لأن الإشكالية تكمن أين في طريقتنا التفكيرية طريقتنا التفكيرية ماذا؟ دائما عند الاستشارة لا نحب إلا الرأي الواحد نحب الصواب أو الخطأ لا نحب فن وضع الاحتمالات لا نحب وضع العوامل المتعددة ثم كل عامل نعطيه أبعادا معينة ونعطيه درجة من العشرة لنقيم صواب هذا العامل أو سوء هذا العامل نقيم نجاح هذا العامل أو فشل هذا العامل إذن كان مطلبا أساسي لنا ونحن نقيم فائدة التعدد من عدمه فائدة الزواج من أجنبية موضوع حالاتنا وحلقتنا هنا كيف نستفيد ونقيم ذلك الشيء أن نقيم ذات الإنسانة ويكون أنها أجنبية أو مواطنة ربما كان واحدا من العوامل ربما يكون إيجابيا أن تكون أجنبية ربما يكون مضرا أن تكون أجنبية هذا يعتبد على ظروف كل إنسان بحسبه فهناك متغيرات عديدة تختلف عندي وعند زيد وعند عمر كما أخبرنا إذن لا مكان للعموميات إذن لا مكان لسب الأجنبيات أو لمدح المواطنات أو العكس الذين ينتقدون المواطنات ويسب الأجنبيات هذه الطريقة التفكيرية لم يفكر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعى لها في الحياة الزوجية وطريقة غير ناضجة في تقييم بن البشر كم تزوج إنسان مواطنة وفشل فيها وكم تزوج إنسان من أجنبيات وفشل فيها والعكس أيضا عند النجاح مع المواطنات ومع الأجنبيات إذن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والمتأمل بها والنظر إليها أنت العلاقة الزوجية هي علاقة تختلف عن الزمالة تختلف عن الصداقة العلاقة الزوجية علاقة تقوم على السكنة نظرت إليها هل هذه الإنسانة بالشروط الخمسة التي قلناها قبل قليل تستطيع تحقيقها لي؟ نعم لأن إذا حققت هذه الشروط الخمسة تؤدي إلى إشباع نفسي تماما يتحقق عند الرضا فأدي إلى الوصول إلى مسألة السكنة السكنة مطلب أساسي به تستقر النفوس به أستطيع عمارة الأرض به أستطيع ممارسة دوري في الحياة إذن لا نقتفي آثار من قبلنا إذن لا نأخذ مقولة آبائنا في مسائل الزواج وإنما هو رأي من الآراء بمناسبة أو عدم مناسبة المواطنة بمناسبة أو عدم مناسبة الأجنبية في أثناء الزواج إذن هذه العوامل نعرض الجديدة وكذلك الأمر بالنسبة للبنات هل الأفضل الزواج من أجنبي أو الزواج من مواطن أي كان ذلك الأجنبي أو أي كان ذلك المواطن وحديثي ليس لمجتمع واحد أو لفتيات من بلد واحد بل لكل فتاة عربية تسمعني في أي مكان وحتى للعالم كله حتى من غير المسلمين لمن يستمعون لهذا البرنامج هل الأفضل من بني قومي أو من خارجه هي عوامل متعددة أعرض على هذه العوامل التي ذكرناها قبل قليل وافقت هو الأفضل لي عن المواطن لم توافق ليس هو الأفضل لي إذن القضية لا نفكر بالذكر دون الأنثى ولا حتى بالأنثى دون الذكر إذن القضية هي قضية تكاملية تماوجية هذه القضية يتحقق بها الرضا وتتحقق بها الطمأنينة إذا سعينا إلى الوصول إلى ذلك ليس من الحق والعدل لا يهمني الناس لا يهمني ما يقولون هذا من الخطأ أن الإنسان الحساس يدعي هذا وهو حساس ولذلك يجب أن تفطن البنت الأجنبية من الارتباط بشاب آخر من بلد آخر هو حساس لربما كانت حساسيته تضر بهذه العلاقة التي ربما تقوم وكذلك الشاب الذي يرتبط بفتاة من خارج بلده فحديثي للذكر وحديثي للأنثى لربما كانت حساسة فربما تعيره في المستقبل إذن الإشكالية لها جوالب متعددة ولا تصرفوا بعملتنا الحاضرة أو نذهب لمثالية وملائكية لسنا نحن بمستوى تلك الملائكية ربما في لحظات الحب المبكرة نحن نقتنع بقناعات لكن حينما تأتي إلى أرض الواقع تتساقط هذه القناعات ربما الحب لا يبقى شامخا يدافع عن تلك القناعات التي ربما لم تكن صحيحة لربما كانت انفعالات لا قناعات كنا نظنها أفكار لأننا لم نقيم الموقف اتكأنا على حب ربما لم يكن ناضج ما اتكأنا على معارف وطرق تقييمية لكي تخدم ذلك الحب كي ينمو كي يرتفع كي يزهو ذلك الحب حتى يؤدي مرادة الذي من أجله كانت هذه العلاقة الزوجية ألقاكم على خير في حلقة مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أين أبدأ أشواقي وأختمها وأنتم البحر